السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاي ايكم يا شباب عاملين ايه يارب بتكونوا بخير الفيديو ده مهم جدا جدا لطلاب قولة تمريد سواء محد او كلية مهم جدا فحاول تركز معايا وتسمع الفيديو من الاول الاخر مادة اساسيات تمريد يا شباب مادة مهمة جدا جدا مادة عليها ضراطات كبيرة المادة ده خلي بالك انا مش بخوفك ولا حاجة بتقع ناس كتير في سنة اولى امتحانها بيجي امتحان يعني مش بقلق برضك امتحان بيجي امتحان محترم اسئلة قوية امتحان بيجي للطلب الفهمة في ناس كتيرة بتكون جايبة تقديرات في المواد التاني اللي عندها في نفس الترم تيجي في اساسيات تمريد تقع لو كلامي ده انت شاكك فيه اسأل الدفعة اللي قبلك يعني الدفعات اللي فاتت هيقول لك في السنة اولى خلي بالك من اساسيات هي المادة وانت بتذاكرها مش صعبة يعني بتبقى الكلام سهل ومفهوم بس تدخل الامتحان او تشوف الامتحان لا الامتحان بيجي محترم بيجي قوي طب انا هعمل ايه انا اعرفك ازاي تذاكر المحاضرات اعرفك الامتحان بيجي ازاي هفهمك الدنيا لازم تعرف ازاي تذاكر صح لان احنا زما قلت لك احنا كلنا بنذاكر بس اللي بفرقنا عن زميلي ان زميلي بيعرف يجمع دراكات ازاي مش بيقعد يحفظ وينسى مش بيقعد يعني ده وقت في الفاضي لا اعرف هو بيزاكر ازاي وشغال ازاي فركز معها بطل وحاول تسمع وتركز في كل كلمة اقولها يالنا يا شباب نبدأ انا المنهج عندي كبير تمام المنهج كبير محاضرات كتير تقول لنا باجا زاكر المحاضرة بتتراكم علي ويجي لأسئلة كتير في الحوار ده يعني باجا زاكر مش ملاحق بيجي مثلا اناتومي لا فيسيولوجي لا اساسيات لا مايكرو بل المحاضرات تتراكم علي ومش عارف اعمل ايه المادة دي زي ما قلت لك مادة بدرجات كتيرة فركز فيها هعمل ايه بقى الوقت عشان اعرف ازاكر او اعرف المحاضرات دي بتتكلم عن ايه انا هاخد لك كل محاضرة وهتكلم لك عنها اقول لك المحاضر دي ايه اللي فيها يعني انت ايه المحاضر دي بتتكلم عن ايه لما تجي الزاكر تخلي بالك ازاي من ايه اركز معها بطل اول محاضرة انت بتقول ل ايه دي انا فاكر ان انت قلت الكلمة دي في العاملي انا واخد ده القطار في العملي ايوه النظري والعملي في اساسيات تمريد بيكملوا بعد هتقولي ايه هتقولي عن انتحان العمل يبقى شبيه بالامتحان النظري لا بس في حاجات في النظري احنا واخدينها من العملي عشان نشرح لك باستفاضة زي محاضرة كبيرة اسمها محاضرة فيتال ساينس انت واخدها في العملي وعندك في النظر بالتفصيل محاضرة الموبيلتي اند بادي ميكانيكس المحاضرة دي انا عاربت ان حضرتك ختاف العملي. طيب احنا هنجيب لك في امتحان النظري الاسطيل بتاع الامتحان النظري بيختلف عن الاسطيل بتاع الامتحان العملي. امتحان العملي يعني معظم الطلبة مش بيكون بصعوبة امتحان النظري. ليه? امتحان النظري بيتلاقي سؤال كبير تقول عرض كده بالبلدي هيتوهك ويجيبك الاجابات هتلاقي كلها شبه بعض. انا بعرفك الدنيا ماشي ازاي انا ما تقول ده امي سيكيو يعني هتبقى الدنيا سهل لا الدنيا هتبقى تليه اجابات كلها اطلق بط. فلازم تذاكر صح ولازم تعرف الدنيا ماشي ازاي. محاضرة زي موبيلتي اند بادي ميكانيكس دي. انا عارف ان انت عندك معلومات عنها من عملي سهلة يعني ميكانيكية الجسم. احنا بنعرفك ازاي يعني مثلا وفوزنا على الارض ازاي تشيلو. ازاي تتحرك صحة عشان ما يجيلكش اي اصابات. بنعلمك شوات حاجات كده عشان تحافظ بها على نفسك وعلى المريض. جميل? وانت بتذكر النظري هتلاقي في تعريفات كتير كده. اي تعريف عندك في النظري لازم تعرف ان ده موضع سؤال في الانتحاد. تعرفت في رأيي من الموبيلتي. الحاجات دي بقى بلعب فيها. فانت علشان ما تطهش وعلشان ما كتلغباتش. علم كل تعريف بحاجة مميزة. هو يلعب لك في الحت دي. خلي بقى لك ممكن نجيب لك التعريفين شبه بعض وشلك ويلعب لك في حاجة كده تغير لك التعريف. فانت علم كل حاجة بالزاد في التعريفات يا شباب. يركزوا كويس او في التعريفات بالزاد في النظري. اي تعريف قدامك ايه? ايه تكراه وتحفظه. وتحفظه كويس وتعلمه كويس. طيب اوبرفيو اوف موبيلتي. فهو هنا هيبدأ يتكلم يعني يعرف يعني يعني ايه موبيلتي يشرح لك كده. فالكلام ده سهل من الصعب. يقول ايه يتكلمك بقى عن الفيسيولوجي اوف موفمينت. انت خدت انويتوم يخدت الكلام ده مش هيبقى بالنسبة لك صعب ولا حاجة. هحاول انا على الرتم في الكلام. علشان لسه فيهم حضرات كتيرة. فانا زي ما قلت لك ايه كلمة متعلمة ومتحددة باللون لسود كده يعني اعرف ان هي مهمة. زي مثلا ان اسكليتا الماصل قال لك موفز بونز انت جوينت. اسموس ماسل معلم لك ومكبر لك الكلام كده. اعرف ان الحتي ده مهم. وليه اخد بالك يعني. فانت ونت بتذكر كده الكلام دلوقت ايه? مش صعب يعني الكلام يتقرأ ويتفهب. هنزل كده. السؤال ده موضع سؤال. على طول بيجي للطلبة في الامتحان الجدول ده بالذات. فانت لازم يقول لك مثلا كومون تروما من في الاج من عمر من شهر ليه 18 شهر. طبع من 18 شهر. يعني 18 شهر يعني سنة و 6 شهور. ممكن ما يحط لكش 18 شهر دي ويحط لك سنة و 6 شهور. فاتخلى بالك من حاجات دي لست سنين. ايه الكومون تروما الفولز. طبع من 6 سنين لعشرين. فاي جدول عندك في النظري مهم جدا. طيب. وانا بذكر كده بلاقي كلام كتير كده يعني مثلا انفيرومنت وتحتها كلام كتير. الكلام الكتير ده. هنا هحفظه. لا يا حقيقة انت مش هتحفظه. انت هتعرف وبيشرح لك. يعني المرجع هو انا بيشرح لك. هبيفهمك. وكلام كتير عشان بس يوضح لك ايه ايه الكلام ده. فانت اقرأ وخلي بالك ممكن يجيب لك منه سؤال. اااااا. ففيا مسلا يحفظ مرة او ايه. انا جيت على عطول. أسيدنتري لايف ستايل. ايه اخر تلو السطور دو. كان ليد تو مسل اتروفي. يعني مثلا يجيب هالك بقى في صحة وغلط. اسيدنتري لايف ستايل. كان ليد تو مسل اتروفي. اااااااااااااااا. ممكن يجيب لك مسلا في صحة وغلط. ممكن يشيلك كلمة كلمة تانية. هيجبها لك في الاختيار ازاي. هيحط لك الجملة دي. هيقول لك مثلا. can lead to muscle atrophy and lack of motivation and energy to engage in physical activity. هيحط لك من بين الاجابات. هيحط لك كلمات تانية. فانت حضرتك تختار بيجيب لك الامتحان حاجات زي كده. طيب شايف؟ فالكلام الكتير ده مش تعديه. في ناس كتير بتعدي. انا عارف ان في طلبة لما بيلاقي الكلام كتير قدامه كده بيقعدوا لك اقرأه. حط انت السؤال. يعني حاجة تركها من هنا. بيقول لك انت اقرأ الكلام وعمل سؤال على كل قطعة. يعني اي قطعة تجا عندك في مادة الاساسيات. انا عارف ان المادي الاساس فيها كلام كتير. حد اقول لي فيها حشو كتير. لا مش حشو كتير ولا حاجة. هو مقتر لك الكلام علشان تفهم. بيوضح لك. فانت كل سطر تقرأه انت اتوقع السؤال. انا اقول لنا هعمل سؤال هنا. زي مثل السؤال اللي فوق ده انا عملته سؤال. فانت عايزك تذكر كده. مادة الاساسيات يا شباب مش بخوفكم. مثل الامتحان بيجي قوي. اسأله الدفعات اللي فاتت. المادة ده حضرتك لو جبت فيها امتياز او جبت فاتق دير كويس. هتفرق معاك جدا جدا في الجبئين. فاركز فيها كويس اوه بطل. فخلاص بقى هطلع يعني الكلام هو واضح قدامي سهل. يعني شايف اتروفي او شايف التعريفات بدقة التعريفات تزيد معاك. او اتروفي لها تعريف. طيب اموبيلتي هو لها تعريف. او شايف ايه. دي مينراليزيشن. ممكن يشير لك كلمة اموبيلتي دي. ويحط لك كلمة قصد يعني اه يعني اه يعني اه يعني ايه يشير لك هو بلعب في حيكة دي. يعني اقول لك مثلا اموبيلتي اموبيلتي ريزالتس in a loss of calcium in the bond due to lack of activity and the weight اموبيلتي. فانت هنا بقى ايه. ايه يشير لك مثلا اموبيلتي يحط لك كلمة تبقى عارف يعني دي مينراليزيشن فانت حاجات ده هتاخدها سهلة جدا. اي تعريف زي ما قلت لك هتبدأ التعريفات تزيد معاك. من انت حضرتك تبقى تعلمها. تمام؟ شايف تربيتس رومباس امبوليزم. شايف محاضرهية ظهر لي جه 50 تعريف. فهي مادة اساسيات بتلعب على الحت دي بقى. اه الارقام برضك. التمييز اللي بيكون جنب الرقم ده مهم جدا. شايف؟ التعريفات اهو محاضرهات معظمها تعريفات. فالمحاضرة مش صعبة والحاجة وعدنا محاضرة وشايف بكل سهولة. يعني بادي ميكانيكس يرسم لك صورة كده. انا بحاول انا على الرتم واطلع على طول كده. علشان اشوف المحاضرات اللي باع بها. اهو. والحاجات ده كمان انا شرح لك في العملي. يعني محاضرة بادي ميكانيكس دي في العمل والصور ده يتلاقي عندك بردك في العملي. هكده احنا عدنا محاضرة. طيب. نشوف اللي بعده. ليه? دي يعني جزء من المحاضرة يعني بيعرفك باقي الحاجات بتعرف تفرق بين اشكالهم. بتبقى عارف دي ايه والصورة دي ايه والصورة دي. سهلة يعني. بعد كده محاضرة. هنا بيتكلم لك عن الصحة بقولك ان الصحة دي حالة من التكامل الى عقلي البدني الروحي الاجتماعي. مش مجرد غياب المرض. فانا المحاضرة دي بقى محاضرة مهمة. تعرف يعني التعريف ده كواء مهم جدا. ولنس اندلويل بينج بيجي على طول في الامتحان. هو شايف تعريفات بدأت تزيد معاك. فتلاقي ان المادة معظمها تعريفات. ايه. اكيوت والكورونيك على طول بتجي على طول في الامتحان. اقل من ستة شهور اكتر من ستة شهور. ايه. فالحاجات دي مهمة. شايف. الحاجات ده تشراح لك. بس تعرف تزاكر ازاي. حتى ده تعريفات معاك كتيرة. يعني ايه سكرول. انا بتكلم معاك وشايف ظهر لي. الاستيج دي. الاستيج دي لازم بكل امتحان يحطه لك. قولك الاستيج الاولى كزا. الاستيج التانية كانت بتقول كزا. التالتة كزا. الاستيج دي مهم. ده عالم كده. قالك انا عندي استيج للإلنس. وقسمهم لك. فانت لازم تكون حافظهم كويس جدا لانها بتجي في الامتحان. المحاضرة دي مصعبة ولا حاجة. قلت لك شوية تعريفات بتفهمهم. تعرف يعني انت عريف الصحة. يعني ايه. يعني ايه. يعني ايه. تعرف تفرق. ايه. الحاجات دي انت بقى دورك هتزاكر والمحاضرة. وهتشرح لك. والدنيا هتبقى بسيطة خالص. مش صعبة ولا حاجة. ايه. في حاجات كتير في المحاضرة. مش الحاجات اللي انا قلتها دي. بس لتخريبانك من. لا. المحاضرة كلها مهمة. بس انا بقول لك لما تجي الزاكر تبقى عارت انت بتزاكر ازاي. نشوف المحاضرة ايه اللي بعدها. ايه. ايه. زي ما قلت لك الكلام الكتير ده في ناس بتعدي. لا. قلت لك اقرأ القطعة وحطي انت السؤال. هنا بتكلم عن مقدمين الرعاية الصحية. احنا نشوف ايه في المستشفى. نشوف النيرس. نشوف الفيزيشن. نشوف الفرماسيست. الدنتيست. ايه. وكل واحد يدر معين. السوشال ووركر. ايه. ريزبيراتري سيرابست. ايه. فيزيكال سيرابست. كل واحد عارف تعشاف تعريفات. مدعم الصعب. بس في الامتحال مش هاجب لك تعريفات. يعني انك عرف لي. عرف لي اسم كذا في الامسي كيو. لا. هو بي لغبطك بقى بيحاول ان هو. يلغبطك. انا عايز اعرف اشوف الامتحانات دي بيتيجي ازاي. وانت بتذكر لسه في بداية الترما هو. عايزك تروح تبص على امتحانات بتاعت الدفعات اللي فاتت. شوف الامتحان بيجي ازاي. شوف السؤال بيجي ازاي. شوف الناس دي بتجيب الامتحان لها ازاي. لان في نسبة الصدم بقى تقعد تحفظ. وفي حافظ كل الكلام تخش في الامتحان الصدم. لا. عايزك لوقتي تشوف الامتحانات السنين اللي فاتت. هتلاقي مسلا جاب لك سؤال على محاضرة. اه اه اول محاضرة عندنا. غالبادي ما كان يكسل مسلا. شوف السؤال جي ازاي. كل محاضرة يعني الدكتور او الدكاترة في القسم. خلي بقى مادة دي تبع قسم بطنة وجروحة. القسم ده من اقوال اقسام عندك في القليم. واي امتحان في القسم ده بيجي امتحان قوي. فانت لازم تعرف القسم ده مهم جدا. فانت شوف بقى الدكاترة دي اللي ما بتيجي تعمل امتحام بتعمله ازاي بوس يا بطل. الدكاتر لما بتيجي تعمل امتحان في القليم. القسم ده بيقف فيه اكتر من دكتور كل دكتور بيكون ملزم ان هو اشرح محاضرة معينا. جميل? اه اه اسازة المادة او هدى هناك اجتهاء المحاضره تم speciallyعهaltra وهو محاضره تلك الأسئلة الذي يجب هذا هو محاضره مثلا وغيرت الدكتور ال التانية 10 او dzieci و aspects of this 10م يجمعه الاسئله games, يعملك الامتحاد نجد ان تجعلك اسئله كبير يختارونải أفضل اسئله اختارونعي간 أفكار جديدة وليس سيأخذ أحلي اشخاص depth و اهرجاء الامتحان المحاضره يحاولون فقط يجددهم لا يجد بعض الاسئلة لتجمع الدرجات ولكن يحاولوا على قد ما يقدروا أفكار جديدة فأنت حاول تشوف الأسئلة الجديدة حاول تخش على أكتر من مواقع على النت تشوف أفكار أسئلة جديدة فما تعتمدش اعتماد كله على الحفظ جميل؟ شايف محاضرة زي كده وشايف كلها تعارفات الفاكرة أن المقرر ده يعني جاي البالك المنعج كلام كتير بس مش صعب لحاجة أن تقرأ اقرأ وزي ما قلت لك حط على كل جزئية سؤال فاهم يا بطل فاهم والكلام ده يشرح لك ليس يبقى صعب عليك ولا حاجة فأنا عرفتك هنا المحاضرة بتاعت هيرسي كيرد ريفل سيستم هي عرفتك أن يستشفى ايه كما يعني ايه نيرسي يعني ايه فزيشان انت ده يعمل ايه وده يعمل ايه ايه يعود يتكلمك عن حاجات زي كده وحاجات مصعبة ولا حاجة نشوف اللي بعده المحاولة طلع لان المهج كبير انفكشن كنترول خلبك انفكشن كنترول الكلمة في ناس بتاخد فيها ديبلومة قالك ديبلومة ايه مكافحة عدو وبشتغلوا به يعني المحاضرة اللي قدام حضرتك اعرف ان هي من اهم المحاضرة عندك في شغلك لما كتخرق مثلا فيه سطف كده وفيه ناس مسئولة في المستشوى يقولك ايه فريق مكافحة العدو هي المحاضرة دي الفكرة هنا من المحاضرة دي ان احنا بنحاول ان احنا نقلل العدوة ان احنا نحاول نمنع العدوة ها شايف حضرتك وثار لك تعريفات جديدة يعني انفكشن بعد كده ا有沒有基本的resham الاستثمات انفسيا يأتي لك اللي يرغبطك بينهم. ترى ديس انفكشن و ديس انفكتنج. هو يلعب لك الحت دي. يشل لك مثلا كلمة ديس انفكشن ويضع لك ايه? التعريف بتاعها بس يشل لك كلمة ديس انفكشن ويضع لك مكانة ديس انفكتنج. فيلغبطك. فانت لازم تبقى معلم كل تعريف بكلمة معينة. تمام? فالحت دي مهمة. مهمة جدا. بلعب في حاجة قوي. اه محاضرة زي كده. بتتكلم زي نقول لك. بنحاول على قد ما نقدر نمنع العدوى ايه في المستشفى. والعدوى دي ازاي بتنتقل. اهو في اقلها اكتر من طريق اهو. مودوف ترانسيميشن. قولك عن طريق الكونتاكت. عن طريق ايه ايه اه بكتورز. ايه برطا ايو. دي بقى ازاي بقى تنتقل. حاجات كده هتشرح لك. مش عايزة صعب عليك ولا حاجة. بس في عدوى عندنا في المستشفى. واحنا عايزين العدو ديت ما تنتقلش. ايه زي الرسم القدام حضرتك دين. احنا لو قطعنا من السايكل دي شيلنا منها جزء. ايه السايكل مش مش هتكمل. اه بنحاول على قد من اوضر من خليش السايكل دي تكمل. الدار ديت بنحاول انا خليش تكمل. اه ده دورنا يعني. بتاع دور مكافحة العدو. اه ده شرح لك بقى الكلام وكلام صعب ولا حاجة بطل. اه دي المحاضرة دي. فكرتها زي ما قلت لك ومش عايزة الكلام تاني. محاضرة مهمة. محاضرة بيجي على اسئلة كتير في الانتحان. اه فاي دكتور عندك في مادة اسيات تمريد نظري بيجي. نظري بيدخل المحاضرة بيقول لك حاجات مهمة. فانتحضر المحاضرات دي بالزاد. لان مش المدحب كل دكتور واحد اللي هشرحه لها هتلاقي ده كترة كتيرة. كل دكتور بيكون ملزم لمحاضرة محاضرتين. اساسة المادة يعني. اه حل كتير. اسيات تمريد محتاجة حل كتير. حل علاقتي. اسئلة كتير. طيب. نشوف المحاضرة اللي بعدها. انا بعرفك وينتاد بسيطة خالص كده عن كل محاضرة. شايف الفيتال سينس. الفيتال سينس ديت مشروح لك في العملي بالتفصيل. محاضرة مهمة. هو جابها لك تاني في النظري عشان اقول لك خلي بالك من اساسيات شغلك. علامات الحيوية اساسيات شغل التمريد. هنا في المحاضرة دي هتلاقي حاجات شبه العملي بالزبط. يبدأ يكلمك عن بس يبدأ يعلي شوي. او شف يعني كورو تمبراتشر. يعني شف تعريفات جديدة ايه. ازم تعرف تفرق بين الاتنين. ايه. ازاي التحول من السليزيس الفيرانيت ومن الفرارات من السليزيس. القانون واضح قدام حضرتك. السؤال اساسي في اي متحان. اهو القانون واضح قدامك. مش عايزين نعيدي الكلام شف يعني 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 اقرأ. موضوع ما الصعب والله. يعني هتقول فيه التعريف في جنبه يعني التعريف كبير اوي. مش صعب ولا حاجة. هو بس بيوضح لك. خدها كده. اعرف ان الكلام كده ده بيوضح للتعريف. بس انت حاول تختصه برضك. يعني انت مش كل مش مجموزة مع ان حالك تحفظ لهم الخمس ست الصور ده. لا. ده بيجاي من ما راجع من على جوجل مع نت. حاجات كده انت هتشرح لك من مواقع. فهو مقتر لك الكلام. عشان بس تفهم مش اكتر. بس انت حاول تبقى زكي اكتر. وتلخص الكلام ده. طيب ايه العوامل اللي بتأثر على او العوامل اللي بتزود اهو. الحاجات دي تبتقرأ كده. الارقام. يعني اي راقم ميزر قدامك عرفنا موضوع سؤال. بس حاجة سهلة جدا. المشروحة لك في العملي مش عايز اعيدك بكلام تاني. شرحها بالتفصيل. آه يوا فبراير وقف فبراير آ آآ أساسي سؤال في الامتحان اساسي ما ماانده قال آل نافية لابتين في الكلمة عقدوww اغداف اللي انجليز يعني اا فخلي بالك. اهو. شبيه العملي بالزبط يعني محاضر فإ veces انت حالك انت حال يیاまた تؤكد ان ا promotes acum be understanding, يختلف اختلاف كل عالي عامتحان العملي. اهو. simple false lumeres شرحها لك بالتفصيل يعني بولس بقى حاجات تعرفت كتير يعني لو ركزت لما حاول اقلق يعني اطلع كده على طول علشان موجة الفيديو لان دخلت حاول فتيلة ساعة ففاهم؟ فأماكن بقى ياس النبض خلي بالك انت لو سمعت حضرك الفيديو اللي فات بتاع اللواء العمري هتلقين قلت فيها لحاجات مهمة فروح اسمعوا بردك يعني هتستفاد شايف؟ اسيستوليك بريجر دايستوليك هو نازم تفعرف تفرق بينهم المادة هتلاحظ ان هي معظمها تعريفات بس في الامتحان مش هتجيب لك كل امتحان تعريفات لا هتلعب لك بقى اي جدول عندك زي ده يعني اي جدول بالذات اكتبه اي جدول عندك في اساسيات تمريد هيجيب لك منه سؤال هيجيب لك منه سؤال نورمل والبري والاستجون والاستجتو اعرف ندرسه الاساس هو بيحاول يجيب الحاجات اللي لها بتلقبط فانا قلت لك من الاخر التركاو الحاجات اي حاجة عارف ان هي اطلقبط عارف ان هو هتجيب لك في الانتحان بس من الاخر اخلي بالك من الحاجات دي ما هو هنا بقى بتكلم فيتل سينس خد كل حاجة زي البلس والتمبرتشر والبراد بريجر شرحلت بالتفصيل ده الموضوع باختصار المحاضرة بقى ده هيتكلمك بقى عن عن الجهاز التنفسي وانت حدرك ازاي بتتنفس وفعند حاجة اسمه ابر رزبيروتري تراكت ده بتكون من ايه او ازاي بتحصل او ازاي بتحصل او ازاي بتحصل عملية او ازاي تشرح لك لا تستعجلش بس اعرف ان المحاضرة اللي بتتكلم عليها هي تكلمك عن عملية التنفس عم بحاجة اسمه يعني ايه يعني ايه يعني شرح كلمة او او ايه او ايه ايه مثلا وفتح لك الكوس ويكتب لك تعريف لك اعرف ان او ايه او 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 ايه يجب لك انهيليشن وهم الاتنين نفس الفكرة يعيدها ثاني اي تعريف وحطط لك كلمة تانية ممثل نفس الكلمة اعرف ان هي موضع سؤال جميل اهو هشرح لك عملية الطائق عندي طيب بسوق بريسنج وشرح لك سوراسيك بريسنج ودهي فراجماتيك بريسنج موضوع مصعب فانت اللي هنت اللي تفهمه ان هنا هيتكلم لي عن الجهاز التنفسي ويعرف نعلم الروس بيروتوري ريت والنور مرينجي من كامل 12 لعشرين فعكس المهي لعنى افسنس بريسنج وشاهد فقا كلمة اي حاجة يظهر لك مثل نور مريت ديبس بريسنج فخلا بلادت بقامل حاجة دي اي كلمتين جنب بعد كده عرف ان هو يشيللك كلمة يعني لغبطة بريس بيرمينت ركز بريس بيرمينت فيشيلك بريس بيرمينت يحط لك كلمة تانية اي تمييز لاي رقم احفظه كويس اه الرسمة دي مهمة مهم جدا 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 ايها عادية تاني اي جدوة لعندي اعرف لازم يحط لك منوز الف الامتحان مهم جدا اهو دي المحاولة دي كلها هتتكلم عن الموضوع ده يعني هايبر فينتيليشن بقى يعني دي بريذنج شالو بريذنج هايبر فينتيليشن لو ركزت ان مجهة اسيات اللي هو من صعبينها ونقبرها ديت معظمها هتعارفات بس محتاجة فيه الامتحان بيجي يلغبط ما حد كثير من خصوة الحوض حاول على قد ما تقدر تكون ح sonic ض Ninaga عن المد دي الحاول على قد ما تقدر تحل اسئله كثيرها عرفتك اكتر من موقع تجيب من علاء اسئله شوف امتحانات السينية اللي فاتت جمح anymore اللي فاتت الان دفع لفت عليها هاي China everywhere ديا穆 انا عاديةها الامتحانات. يعني كل دفعة يخدموا بعض. فانت شوف الدفعات اللي فاتت انضمن الجروب بتاعهم. هتلاقوا من ينزلين اسئلة. هتلاقي في ناس عاملة تلخصات. عاملة حاجات مهمة. فانت جمحها. ايه حاول على قد مستقر تحلي اسئلة كتير. بس انا قلت لك اللي فيها. نشوف ايه المحاضرة شايف انا جايب لك من اول الاخر. انا بقى هيتكلم لك بقى عن حاجات مهمة كده. ايه زي العملية التمردية. ما بتتكون من خمس خطوات. لازم تبقى حافظ الترتيب ده كويس جدا. دي اللي اسمها العملية التمردية. ايه هتشرح لك. ولازم تفهم العملية التمردية ده كويس جدا ليه. عشان حضرتك لما تيجي تعمل ناندة او تعمل حاجة اسمها النيرسنج كير بلان. لو ما انتش فهم العملية التمردية مش هتفتح من دي السنج كير بلان صح. فلازم تفهم المحاضرة دي كويس. تعرفت في عند انواع من الاسيسمنت. انشل اسيسمنت. ده سؤال اساسي. الحاج دي. انواع الاسيسمنت دي سؤال اساسي. يقول لك مثلا كلمة انشل اسيسمنت ديت. ويسيب لك التعريف بتاحها ويحط لك مثلا بروبلين فوكس دي اسيسمنت. هيلعب لك بقى في الكلام ده. اهه كتحرف مسال لكل نوع. لان اهو في الامتحان بيجي السؤال دي ازاي. في الامتحان هتقول له دي يتبع السؤال بيجي هنا بيجيب لك مثال ويقول لك ده تبع اي نوع من الاسيسمنت هيجي لك هيجي لك وفي ذكر كلمتي وهتقول لها انا قلتها في الفيديو في الامتحان اي امتحان هتمتحنه هيجيب لك نوع من الاسيسمنت لان انا عارف انها بطلابك ولازم تكون فاهمة ويقول لك انه نوع من الاسيسمنت ولو كلامي مش متأكد منه اروح شوف الامتحانات السيني اللي فاتت هتلاقي في كل سنة جاب لهم سؤال من ده اخلي بالك او من كل نوع انا بحاول اساعدكم يا شباعة قد ما اقدر يعني يا شيء والله انا بابزل مجهود كبير جدا فحاولوا تساعدوني يعني من شير زميلك حاولين احنا نساعد بعض ونزودوا القناة انا عارف ان انا الفترة دي مش بنزل فيديوهات بس انتم عارفين ليه خلاص فترة قريبة وخلاص وان شاء الله هنرجع بعودة كواه جدا وشغل محترم بس بازني الله يعني احنا مش بنسبة لاحداث ولا حاجة بس كلا س Load ، بس بعرفك انه واحدة وحدة كده الدنيا بتظبط فيركز كويس جدا جدا يعني اييه root brand free & secondary source. متعتمدش علي اعتمد كلي يعني انا باعمل يعني انا بتسمع عند قناة اليوتيوب محاضرة مثلا معينة لانو 사용 اشوف حد ثاني اسمع حد ثاني اي اي اه اتطور من نفسك اي حاجة مثلا انت ما فيمتاش مني مش مشكلة اشوف حد ثاني شراحها خلاص ما في حد ثاني ما فيمتش منه ادخل ابحث انت عن الحاجة اقرأ عن الحاجة مش عايزك تبقى زي الطلب اللي هو مثلا معتمد اعتمال كل على الدروس مثلا او مدرس وشراع الحاج دي افهمها منه ما شغلش الناب لا انت شغل دماغك شغل دماغك واعتمد على نفسك ما تعتمدش على حد احنا بنساعدك عشان توفهم احنا بنساعدك اي حد باب انا بساعدك فانت برضا تراحك نفسك تطور من نفسك، انتفهم الحكي دي كويس بيوغرافي الداتاcken يقول لك مثلا شيばい愛 دي بيوغرافي داتا مهمه جدا 카nyوادي اا خلي بالك اول حاجة دي هنا بقتل يعنيه subjective data سبجكتف الحاجة اللي بيقولها لي أما objective observer يعنيه حاجة أنا بشوفها على العيان objective حاجة أنا بشوفها على العيان كمان حاجة بقسها objective حاجة بشوفها أما السبجكتف حاجة اللي بيقولها لي يقوله لنا حاسس بسجوعات سوقع في دماغي دي إيه ناس objective هو جاي يقوللي تمام طبس of symptoms شايف الحاجات دي هت مهمة عند حاجة اسمه الوكال سيمتومز اهو شايف اكتر من حاجة برودروم السيمتومز اهو احفظهم حاجات زي كده اه فركز بط بيكور ار اس تي البيتشير ال ايه الكويتشير ال ايه الارتشير ال ايه ال اس تي سهلة هتشرحه وتفهمه بس كده المحاضرة البرسون الهايجين محاضرة زي كده تعرف يعني هي هيجين يعني هي جود برسون الهايجين والله يا شباب اتقول لي بس في الكلام انجليزي كده وانا مش حاطر في الانجليزي مش مشكلة كده مش واضح قدامك ادخل ترجمة بس خلي بالك الطب اللي يترجم باللغة العربية ده مثلا زي محاضرة زي الاناتومي ما تروحش مثلا يتعود تترجم الاناتومي يعني هو الترجمة هيجيب لك معنا انت مش تكون فاهمه اصلا بس الكلام زي اللي قدام حضرتك ده ده كلام عادي تترجم فاهم فالكلام انت قدامك انا مش مش عادي تترجم مش مشكلة يبحث يعمل نسخ وترجم الكلام مش عيب يعني عادي احنا في بداياتنا في اي حاجة بتبقى صعوبة اه في مذاكرتها بعد كده انت هتتعود تلاقي الحاجات ده بقت بالنسبة لك سهلة جدا بس الحاجات ده انت هتقرأها و هتشرح لك بالتفصيح خباك انا جاب منهج من اول الاخي يعني بقيت في اخر المنهج بس عارفك المحاضرات ده بتتكلم عن ايه الحاجة ده هتتذاكرها بقى ده مكن لا اللي بيحصل فالقرح حاجة اللي بوني برومنس ديت اه شايف اه هتشرح لك يعني شوف اللي بعده اه ده 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 القرح اللي بتاعته القرح ده سؤال اساسي اه اه بتاع اه اه بعد انت لما تروح ايجي تشغل في امو استشفي برايفيت هيسألك في السؤال ده ده القرح ده و زي نمنع القرح هو كذا حاجات سهلة يعني مش صعب شوف ده ايه بحاضرة ايه احاول اننزل اشوف اللي بعده اه 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 انزل كلام قدير ماتتناس مصعبوش اه اه او موضح اعرف ان الكلام ده توضيح مش عايز يرخم عليك ولا حاجة. لا انت هتكره و هتفهم مش صعب ولا حاجة. ننزل. احنا دخلنا في نص ساعة فبحاول ان اعلي بردك الريتن. عشان اشوف لك المحاضرات اللي بعدها. تمام? ايه. محاضرة زي دي مسلا. اللي هي ايه? البين. يعني ايه تعرف? البين اعرف ان هو من الفيفس فايتل ساينس. مش احنا خدنا اللي هو النابض والحرارة والحاجات دي كلها. في بقى حاجة من الفايتل ساينس. اللي هي بقى البين. البين من الفيفس فايتل ساينس. نجي لك سؤال في الامتحان يقول لك زي فيفس فايتل ساينس. واختار البين. بتعرف يعني ايه بين? ازاي حضرتك بتشعر بالقلم ده? مسلا لو انت دبوس كده انا جبت دبوس وغزيت صبعات بيه. اه انت بتحس ان هو اللي هي الرسم اللي قدام حضرتك دي كده. هتشرح لك. مس صعبة ولا حاجة. يبقى في المحاضرة ده اعرف ان هو ايه? ايه شمع مثلا دبوس اه. ازاي البين ازاي انت بتحس بالبين. المحاضرة ده كلها هيلف ويدور عشان يعرف ازاي يعني تعرف يعني ايه بين? البين ده انواع. اتبقى عارف كل نوع اكيوت بين كورونيك بين كونسر بين. ايه في عوامل بتزود البين. الالم يعني ازاي احنا بنقيم البين. حاجة اسمها بين السيسمنت لا بي كيو ار اسا تي. ايه ايه هو. ايه الحاجة اسمها كووبين هيتشرح لك. ميش صعب. فانت عرفت يعني ايه بين ده? والرسمة دي مهم. ده مقايز كده بنقيم بها البين. اتبع عرف ايه المقايز دي. محاضرة الكميونيكيش. التواصل. يعني التواصل ده شباب مهم. انت لازم تقعرف تتواصل مع اه التواصل المهم لكي تجمع معلومات عن هذا البيشنت يجب أن يكون هناك فيدباج عندما يكون هناك فيدباج يجب أن يكون هناك فيدباج مثلا في عين المريض الذي يتكلمه لو التواصل صح أو تتواصل مع البيشنت ستجمع معلومات عنه صح ستعرف البيشنت مضايق ستجمع تاريخ مرضي عنه صح يجب أن يقول لك شيئا ستجد أن تفهمها ستجد أن يكون هناك شيئا ستجد أن يكون هناك فيدباجئ فمحاضرة البيشنت مهمة من أساسيات شغلك ستعرف كيف تتكسر الحاجز يعني أنت تعرف أن تتواصل مع المريض الذي معك فأي حاجة ليس شرط مثلا كشغلك في المستشفى لا أنت في حياتك أيضا يجب أن تتعرف أن تتواصل مع الناس لا أحد يتكلمك لا تتكلمه وصص للناحية الثانية وضعية جسمك وانت تتكلم من قدامك هذا ليس شرط في شغلك في التمويد في حياتك يجب أن تفرق طريقة كلامك لا تتكلمه فالتواصل مهم جدا فهتشرح لك كلامك فهتشرح لك بس كده يا شباب أنا حاولت أساعدكم على قدامك أنا حاولت أن أعلى الرتم شوية وكما أن الفيديو مدته 30 دقيقة يعني ما عالي شي أنا حاولت أن أفيدك أكثر هنا بقى محاضرة وكما أن أقوم بخير هناك تتكلم بمنابط نحن نحن نحافظ على نفسنا فهنا نحن 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 نحافظ على نفسنا فهنا نحن نعيد أن تكون أمنة فهنا نجعل البيئة أمنة فهنا نحن كيف نتكلم هناك تتكلم على كده سهلة من صعبة من أسهل محاضرات عندك ومش صعبة ولا شي مثل نبنع الفول نحميك ونحميك ونحمي المريض أيضا. مثلا الأرض لا يكون على الأرض. مثلا الأرض يتزحل الحمام على ماء. مثلا المريض يتزحل. مثلا النور مطفئ أو شيء. نحن نقلل عمل خطورة. نحن نقلل خطورة الأصابات. مثلا السيدريلز. مثلا نامع السرير ونسيت ترفع جوانب السرير. فكرة المحاولة يتكلم عن هذا. المخاطر اللي تبقى في المستشفى. نحن نقل حد يتعور حد يقع. فنحن فكرتنا هنا. اني بقى في سيفتي. مش تسمع كده في المستشفى او مثلا في الشركة. ويقولك ده فريق السيفتي. فريق الحماية. او مسؤولي السيفتي في المكان ده. هي نفس الفكرة كده. اننا السيفتي. الامان. لك وللمريض. فمحاضرة ليس صعبة ولا حاجة. شايف احنا كده خلصنا المنهج. اترك المنهج من اول الاخر بطريقة يعني. حاولت انا قد ما اقدر افاهمك. وبس كده شايف. انا ما خوفتكش. مش بخوفك يعني. اقولك ان المادة دية امتحانة بيجي صعب. امتحانة بيجي قوي. امتحانة بيجي ايه؟ محترم. اسئلة بتيجي للطالب فهم. المادة دية لو ربنا طرمك وجبتي فاة تقدير كويس. وجبتي فاة تقدير كويس. هتقدرك يبقى حلو. ممكن تبقى جايب في الموادي التينة كلها امتياز. واقع في المادة دية تضرب لك الجي بي ايه؟ ركز بالله عليك. هتقول لي تبقى انا حايز اجيب تقدير كويس من قلتلك. حل كتير. شوف امتحانات السيني اللي فاتت. اعرف الامتحان بتيجي ازاي. فش على موقع وحل اسئلة. ركز كويس جدا جدا. وعمل اللي عليك وان شاء الله ربنا هكرمك. وبس كده شباب مع السلامة. شكرا. شكرا.